مرحبا فيك نادية محمد قبل التجميل المعروفة قبلنا اليوم على زيارتك لعيارة هيلز ابنيو اول شي اهلا وسهلا فيك على اليوم تواجد بالعيادة يعني انت عارف نحنا اهتماماتنا بسكين كار اكتر باللي شوي البوتوكس الفيلر الخفيف البلازما كده لا نعتني يعني بحالنا كونه نحنا يعني وجهنا كتير بيتطلب انه شوي نعتني بالسكين كار انا صراحة عن نفسي اكتر شي بعتني سكين كار بلازما هالاشياء ليزر او بس او بشوفك انه رحتي له مثلا عمليات تجميلة وشي يعني بحسك انه ناتيرل طبعي بس يعني الشغلات البسيطة او الخفيفة بكم تعملي انا ابدا ولا مرة عاملي عملية تجميل والحمد الله بس انه بس بوتوكس حتى فيلر انا انا ما بيسوا كتير اني اعمل فيلر لانه عندي بس بعتيني كتير بسكين كار وبوتوكس خفيفة يعني حتى بوتوكس بالسنة مرة نادين تعملتي مع كتير فنانات وكذا شو رأيك مثلا في منهم يمكن بيبالغوا بيعمليها تجميل او كتير مثلا يعني بيهتموا بهذه الامور او كيف بتلاقيهم؟ هلا صراحة اشوف انا التعملت معهن يعني في منهم ناتشرل وفي منهم لأ معبين يعني فلر منيح وهيدا شوية احنا بيصير عنا صعب بس مش كتير يعني انا محقنين كتير فلر وهيك بس في كتير يعني انا بمبسط بس شوف مثلا سكين ما كتير فيها فلر يعني تكون ناتشرل وهيك احلى والخيوط هي احسن اصلا من الفلر من الفلر صراحة هادا شي بيساعدك اكتر بيعمل التجميل؟ انا اكيد بيبين اكتر ناتشرل ومو ناتشرل فيها نشتغل اكتر عسكين بدل ما يكون كتير فيها فلر بس بتقول ما حقوني كتير فلر بيكون فيه وخاصة اذا كان غلط لانه الفلر اذا محقن يعني فترة طويلة او كي كتير صعب انه صعب هو اصلا اول شي واذا كان فيه شي غلط هيدا اصعب لان احنا كبامنا نرجع نصير نعبي ميك اوب وقت بيكون فيه شي طالع شي نازل او شي حفر او شي بتبدو قدو بتسكروها حفريات بس شوف لا لا يعني مش تلك قلتلك نسبة كتير قليلة حتى اوقات كلاينس لانه تشوف الحقن الفلر الدائم هو من اصعب الاشياء اذا كان فيه غلط صغير الدكتور غلط غلط صغير بقى بيصير الفيس شي طالع شي نازل شي بابا عارف شو وغير عن هيك حتى بس بنا نحط فهم داشا بتلاقي انه محطوط كأنه حجر كأنه عم بتشتغل على مش عم بتشتغل على بشرة هيدا الشي شوي انا لقلي انا ما بحبه بس ما بعرفه كل الانسان وهو حر الفنانات اللي شفتين هو هاك كتير تغيروا يعني بالعمليات التجميل او تحصتي مثلا فرقت معهم كتير يعني هني من بين فترة لفترة صعب يقولوا غيرت وج وج جديد او في كتير فنانات هاك يعني كتير تغيروا انت بغير تعلقني مع حدا نعم بدهلك بس عم بيسألك انه انت ش انت لانه بتتعملي معهم كتير وكزا من حاسيتي انه كتير اختلف شوف انا ما حا احكي عم تن بس اللي بتقلي انه انا في منو عم بيقولوا ان احنا شلنا الفلر وما فيه ما فيه ما فيه شي بيشل بيشل الفلر ويجع بيعملو شفط او بيرجع بيعملو خيوط عرفته ما فيه انا شلت الفلر خاصة عم بيشتشت الوجه خاصة يا بتكون عملة خيوط اوكي يا اما بتكون شد ما فيه انا شلت الفلر اكتر فنانة تغيرت عليك شفتي مساك انت تعمليلا مكياج بطريقة معينة بعد فترة صارت طريقة مختلفة وجهة تغير ما فيه للامانة ما فيه ما صارت شان ما تخسريه انا ما بخاف اخسر حدا انا بنخسر ما بخسر الحمدلله انا شخصيتي كتير قوية بس انه انا ما بحب اتدخل بيعني بهايك اشي انا حورين بدون يحكوا يحكوا انا ما بدي احكي على يعني على حدا عمل تجميل او لا طب نلاحظ هلا انه صار فيه مثلا كله بدو يصير فاشينيستا لحتالي خبيرة التجميل بدت صير فاشينيستا وعم تشتغل على حاله بطلت انه يمكن قاعدة عم تشتغل مثلا على الفنانة صارت عم تشتغل على حاله اكتر من الفنانة شوف لالامانة شوف انا بكوني بدرب بجامعة انا كتير عنات اول ما فات بيفوتوا البنات انا عندي يعني حتى بنات مخرجين يا محامات بتجيين يا المحامية يا الدكتورة يا الدرسة بزنس مخلصة بزنس انه انا بدي سير ميك اف وفاشينيستا شوف لالامانة في منهم اتنام مع بعض خلاص صار عندهم لانه السوشال ميديا كترت والفاشينيستات كتروا او هيك بقى صاروا اللي يعني حابين يحترموا المهنة كانوا يجوا يدرسوا عندي بالجامعة اما كل واحد بدا تعمل فاشينيستا ولونين وما بعرف شو بتطلع بتحكيني على الميك اوب او هيك وخاصة ان شفت حدا ما على الاسف انا كتير انساني بغار على مصلحتي وكتير بغار على شغلي لما انا بشوف واحدة بتقلي اي لون اي روج بتحبو حطو لا في عنا وارم سكين في عنا نيوترل سكين في عنا كولد سكين فيه الوان معينة نحنا منحطها يعني حسب سكين طبعا لكلاينت ما فينا انا احط كل شي وفينا فينا ممكن غير بس امزج هاي دي دراسة اصلا لما انا واحدة بتحط اللي لون سوري معا احترامي للكل وانا عن جد انت بتعرفني علي انو انا بحب الكل يعني ما بحب بس انو بتقفو فيها درسوها يعني درسوها انا طالعت ببست هى اه هى تي شيرت ولا هىى البونطلان شوفوا يشوب طالعين حين منها لأ درسوا فيها فى انا شفت عندي صديقيه هى كان عم يتلع بيحكي نفس الموضوع كل واحدة بدى تفتح لي انا ما بعرف شو اهى ويضعوا على اليم کل اذا بجيني برودكت بدي اعلن عنه. اذا بجيني برودكت بدي اعلن عنه. بدي عارف انا برودكت اذا بيعمل حساسية من شو مكوناته. انا الحمدل عندي اولارجي بس بجربه اول شي على حالي. اوكي وعلى بشرتي وبقول شو بشرتي انا اذا ميكس او مسلا عندي حساسية او شي وبرجع بعلن عنه. بنات هذا الكريم كتير حلو بيجنن روعة. طب حلو بيجنن روعة. شو محتوياته من شو بيتألف من شو بيتكون له اعراض جانبية له اعراض سلبية خلص يعني على الاقل يكون في ضمير بهاي الاشياء مش عم بقول انا مسلا فاشي نيستا لا بالعكس حلو وبنات مهضومين وبشوف بنات لأ للامانة بشوف بنات اوكي شاطرين بشوف بنات لا انه بحلو بجنن روعة جربته طب اوكي مسلا اي لاينر اوكي بتحطي لي مسلا اي لاينر طب هيدا الاي لاينر للبشرة الدهنية ما بيمشي جي لاينر بديك تحطي لها كونوا مثقفين وعادي تلعوا حكي السيحة للكل انت اتعملت مع فنانات كتير من الفناناتك الصعبين بالمعاملة وبتحسيهم بينرفزوا او يمكن عالي للامانة ليه لي كلن لا مش كلن انا ما بدي اقلك حسب انت انت شخصيتك انت اسلوبك بتفردو تفرد احترامك يعني شوف انا مسلا بالشغلة بفوت اوكي ممكن في حد عصبي وهيكو مثلا بسحب حالي انا انساني بسحب حالي بالي منو طويل كتير انا جاي اشتغل وخلص يعني صار في مواقف ما بقلك صار في مواقف يعني حدا معصب وانا مستعجي بدي اطلع وهيك انا للهلبر طب اعتقلت لها سكر الشنطة وطلعي طب مثل ما انا جاي معصبي او مثلا انا جاي تانشن وهيكو بدي امتص كمان بغيري بدي امتص بقى انا بتبع انا اسلوب شخصيتي انا انا بفرد احترامي ما الي خاص بالتاني والحمد الله ولا مرة صار معي مشكلة هلا في بنات بيخبروني انا ميكاف ارتست بنقعد مع بعض بيحكوا بس انا دايما بقول انتو بتكون تفردو شخصيتكنو انتو بتكون تفردو احترامكن طالما الشغل حلو وانسان واسق من شغله ومن اوكي حيطلع بيرفكت ما هيكون فيها الاشيه كتير انتي تعملتي مع رامز كنتي مع ضيوف وكذا اشتغلت معهم هلا باخر موسم هلا على MBC من شهر رمضان اه قبرينا كيف كان تجربتك اه صراحة الامان كان تجربة كتير حلوة وغير انو كتير حلوة كان تيمورك كتير حلو كتير هالفولة والخاصة بان كروك كله جاي من مصر بتعرف ضليتني انا تقريبا 12 يوم بالتصوير بس فالو الكرو البنات الفاقل يوم الفاشن ديزاينر وهيك كتير زعلت لانو كتير كان في مش بس نحنا برنامج الكل قلبه على بعض ربينا علاقات يعني كنا كأهل عرفت كيف وخاصة للأمانة يعني رامز كان مثلا قلبه على الكل حاب الكل يكون مبسوط كتير بحترم انا بالفنان شوف علي انا ماني كتير يعني ماني كتير لا open mind ولا كتير close mind وهيك بس بحترم انو بس كان يجي الصلاة كلنا نوقف على مثلا على تلمس صلاة ورامز هيدا الشي يعني كنت شوفوا مثلا يقول لا انا بدي صلي بدي يروح وهيكا هيدا الشي انا كتير حاببني شوفتهم لايف شوفت قدي هني محترمين وذات ست كان معهم الخبر لما كانوا يجوا كنت شوفيهم شوف لا لا اماني انا بس كنت اجي بكون انا بالشغل جوا بس كانوا يجوا بس اوقات كون انا بطلع باخد بريك برا اوقات بكون جوا بيرولنا سكروا البواب بسمع كتير صريخ يعني كنت انا خاف صراعا انا كنت اهرب بقا يكون في شوية صريخ في اوقات كثير يعني اعلم recognition mana وانت عملي لما كانوا مك ابلي حاس יהب الحملكة اللي بهم خبر انو بالمقلب يعني عارفين بهذا الشي لا 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 الاماني انا شوف انا كنت بس لاروة بالبرنامج ولا لا 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 اصدق انا لا الاماني انا انا كنت بس لاروة بالبرنامج انا كنت لاروة انا بس كنت لاروة كان فيه اكيب ثاني هو بس ريوتوشينج بس لديوف بس انا كنت لاروة وكنت بس مع روا طيب شو رأيك بالفنانات الى هلا مثلا بيستخدموا اللي س او القوافير بيستخدموه كسبونسر. بيجيبوه سبونسر دائما بتعمل معوه اذا انو نحط لك اسمك او منشارك او منشتغل عليك. للأسف هاي يعني في هن الناس الكبار بالسالونات الكبيرة هن عملو هيدا الشي. يعني انا مع الاسف بس بشوف انا هيك يعني صوري الفنانة مع احترامي للكل. الفنانة الفنان عم بيطلعوا فريا عالتيفي. عم يمسلوا فريا. ما احد عم يمسل فريا كله بياخد مصاري. طب هادا الكوفر يعني. بتشهرك يعني انو بتعملك اسم يعني بتأويك يعني مسلا خديم مسال مسلا بسان فتوح لما اتعمل مع هيفا او اليسا. بالبدايات عم بحكي انا مش هلا لا مش هلا يعني ساعدوا بانتشار اسمه يعني الفناني كبير بتساعدك بانتشار اسمه. شوف انت عم تسألني عامة اوكي. مسلا اذا بدك تجي تحكي انا عني انا اوكي انا عندي مسلا بشغلي اوكي تمام. بس انا عم بيقلك حدا صغير. يعني حدا بعده فاتح بعده شو اسمه انا انا ازا بعرض على حدا انا ازا واحدة بتاعجبني وجه بيعجبني انا بعرض عليها. مسلا مايس حمدان انا شفتها بمهرجان دبي السينمائي انا رحت لعنة قلت له هاي مايس وايك وجه بحلو. بحب وجه. قلت له في بدي اعملك مايكوب. قلت لي خاصني انا بكرا عندي فوتو ساشن وصراحة سامعة عنك. وبدنا نعمل. وعملنا. بس انا مش تجي واحدة تقول لي مسلا انا بدي اعمل مايكوب بس انا بدي اشهرك. لا. انا ما بدي اياك اسما بدي اياك. انا ازا حدا ما بيعجبني ما بدي اياك. وغير عن هيك. سوري. يعني شو بينقص شوف من زمان وكيف كانوا يدلوا عبعد. مسلا زاك فيه كوفير شاتر. مسلا هيدا شاتر. هيدا شاتر برجعلك انا عم موضوع بس انا فتوح. مسلا بس انا فتوح. هلا بدي اسأله له هاي فب. اكيد عندو بجت. نانسي عجرم. انا بعرف عندي اصدقاء بيعملونا مايكوب. عندهم بجت. اليسا كذلك الامر عندهم بجت. طب اوكي اذا مرة فيك مرة مرتين. ثلاثة مرة افري. بس مش كل الاوقات. وبعدين انا سوري مصدر رزق اي انا مش الفنانين. انا مصدر رزق الاعراس. انا بدرب بدورات. وبدرس بجامعة. يعني انا مصدر رزق مش الفن. عرفت كيف? هيدا هو. وغير عن هيك يعني شو هو المبلغ بسيط. مسلا مايكوب شعر. الف وخمسمائة درهم حيطلع. تما انتو طالعين وعم تاخدوا مصر. وهيك انا عم بحكي عغيري مش عم بحكي علي انا. ببدايتي انا اشتغلت فري علي. بس مش كل الاوقات فري. مرة اثنين تلاتة. دنيا اشوف فيك. مرة اثنين تلاتة. بس مش كل الوقت. في ناس عندها شغل. عندها التزامات. عندها امور. وصوري هو. مسلا فيه مسلا عندك ميكوب ارتست. بعضهم مبلشين حابين يشتهروا. انا ببعثهم. مسلا وقت مسلا تحكيني حدا بكم مش شغولي. ببعثهم بقلهم روحوا وهيك. مسلا بقلهم اول مرة ما تاخدوا تاني مرة ما تاخدوا. طب تلات مرة مروا. يعني شوف يا طبعا مش الكل. في منهم عن جد يعني ما بيقبلوا حتى. ما بيقبلوا حتى فري ولا بيقبلوا ابدا هالاشياء. ويعملوا لك تاج ومنشن وهيك. ما بدي اذكر اسامة. انا صراحة. كتير في ناس اللي فضل علي وكتير فنانين ومشاهير اللي فضل علي. ومثل ما قلت لك يعني ما بيقبلوا ابدا اي اشي فري وبلس انه تاج ومنشن وبيعملوا لعاية كتير حلوة. بس للأسف يعني عم قل لك انا الاسامة الكبار ما بيقبلوا فري. الاسامة الكبيرة ما بيقبلوا فري سألني. ما بيقبلوا فري. اما شوية حدا طالعو هيك. مبلغ بسيط منو محرز يعني. شكرا كتير لك. شكرا لك. كلك زوع. اشتركوا في القناة